حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن علي أبو جعفر عن رافعي بن بشر هو أبو بشر السلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير سير بطيئة الأبي لتسير النهار وتقيم الليل تغدو وتروح يقال غذت النار أيها الناس فاخدوا قالت النار أيها الناس فأقيلوا راحت النار أيها الناس فروحوا من أدركته أو كلته